ذكر الصاحفة ذا ناشنال أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين انتقدوا قرار العفاءات الأخيرة التي قامت بها إدارة الرئيس جو بايدن للعراق فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران وأوضح التقرير أن أكثر من عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أثاروا شكوك حول القرار الأخير لبايدن بإصدار إعفاء من العقوبات وذلك من خلال رسالة من ثلاث صفحات اتهموا فيها الإدارة الديمقراطية باستخدام استراتيجية الاسترداء مع إيران على رغم من دورها الخبيثة في الشرق الأوسط بما في ذلك دعم الجماعات الوكيلة التي شاركت في هجمات على المصالح والقوات الأمريكية وأوضح التقرير أن الأعضاء الجمهوريين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قالوا في رسالتهم أنه يطاحت معا للولايات المتحدة أن تقيد وصول إيران إلى العملة في الخارج لكن إدارة وايدن تعمل بدلا من ذلك على توسيع ذلك في حين أنها في الوقت نفسه تقدم معلومات محدودة حول استراتيجية استعادة الردع في الشرق الأوسط مع كونغرس أو الشعب الأمريكي